عارفين كده لما نقول الدنيا دراما والدنيا دراما الحقيقة اليومين دول والناس كلها لما بتشوف بعض هو السؤال يا ترى انت بتشوف مسلسل ايه و ايه اللي عجبك احنا في زمن التوكلونوجيا وعلشان نعرف الحاجات واتجاهات الجمهور و يا ترى الناس بتشوف ايه فكرنا وفكر فريق التسعة النهاردة ازاي نقدر نحلل وسائل البحث والتواصل الاجتماعي زي جوجل يعني طبعا لان كل الناس لما بتدخل على الانترنت وعلى جوجل يا اما بيبقى عايزين يعرفوا حاجات كتير بيعرفوا معلمات كتير وبيسألوا عن حاجات كتير ده اللي احنا حاولنا ان احنا نشوف اداة البحث الناس عايزة تعرف منها ايه و بتتابع ايه النهاردة قررنا مثلا نعرف مين المهتم ومتابع لمسلسل الحشاشين وتحديدا مين من المحافظات يعني قلنا طب يا ترى ايه اكتر محافظة متابعة المسلسل فحاولنا ان احنا نروح كده مع طبعا كلمات البحث زي ما الناس بتكتبها على جوجل فتتوقعوا ما هي المحافظة التي تتابع هذا المسلسل في مصر اكثر محافظة متابعة لمسلسل الحشاشين هي الاسكندرية تيجي بعدها في الترتيب زي ما انتم شايفين دي الاسكندرية تيجي بعدها في الترتيب بورسعيد ثم الجيزة ثم القاهرة الجيزة دي اكيد انا موجودة فيها لان انا من المتابعين جدا وبعدها القاهرة وبعدها الاليوبية طبعا الترتيب ده المحافظات الاعلى بحثة مش معنى كده ان بقيت المحافظات ما بتتابعش لا بتتابع بس احنا حطين الأعلى بحث طيب تعالوا نشوف كمان ايه كلمات البحث المتعلقة بالمسلسل بيدور على ايه يا ترى الناس ايه المدلولات يعني بيسألوا على ايه او عايزين يعرفوا ايه هنلاقي مثلا انه اكتر الاسئلة الناس بتدور على مكان تصوير مسلسل الحشاشين فدي حاجة حلوة يعني معناها ان الناس معجبة بالاماكن وعايزين يعرفوا يا ترى هو تصور فيه وطبعا احنا لحد الامبارح كنا بنتابع الحلقة التانية فالناس قد ايه مشدودة كمان الناس عايزة تتابع مين هو حسن الصباح فكرته ايه هو ايه وده انا شخصان يسعيدني لان هنا كده الناس بتحاول تعرف ايه الموضوع مين الرجل ده ايه الحشاشين ايه الحكاية كمان الناس بتسأل اين تم تصوير كل مسلسل الحشاشين زي ما انتم شايفين دي الاكثر بحثا على جوجل ما بين المحافظات وده شيء جميل جدا انا سعيدة بان احنا دايما نوريكم المعلومات بشكل كبير ترجمة نانسي قنقر